بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير شركة تطوير للخدمات التعليمية ترحب لكم وتقدم لكم درسا من دروس النحو والصرف المستوى السادس المسار الأدبي لصف الثالث ثنوي الفصل الدراسي الثاني وموضوع درسنا هو اسم الفاعل وسنتناول عمله وشروط عمل يعد هذا الدرس ويقدمه محددكم إبراهيم الفهيد نبدأ على بركة الله سنتعلم أعزائي الطلاب نبين عمل اسم الفاعل ونوضح شروط عمل اسم الفاعل ونحدد معمول اسم الفاعل وكذلك نبين حكم اسم الفاعل مع معموله وفي الختام نعرف اسم الفاعل ومعموله نبدأ نشاطنا التمهيد نتذكر فيه ما تعلمناه عن اسم الفاعل وقلنا اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على الحدث وفاعله أو من اتصف به فهنا لدينا محمد فاهم درسه فكلمة فاهم هنا من أين أتينا بها من الفعل فاهم وجاءت على وزن فاعل أصبحت فاهم محمد مكرم ضيفة فمكرم هنا اسم فاعل أتينا به من الفعل غير ثلاثي أكرم إذن اسم مشتق يدل على الحدث هنا الحدث هو فهم الدرس وهنا الكرم وفاعله محمد ومحمد هنا ومن اتصف به ومن وقع عليه فعل الفاعل صياغة اسم الفاعل قلنا من الثلاثي على وزن فاعل فاهم فاهم وكتب كاتب ومن غير الثلاثي نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة مع كسر ما قبل الآخر فنقول أكرم يكرم مكرم وأخلص يخلص مخلص وهكذا هات اسم الفاعل من الأفعال التالية سمع صغ من هذا اسم فاعل فما نقول سمع فعل ثلاثي يصاغ على وزن فاعل فنقول سامع ترك ما اسم الفاعل من ترك نقول تارك وأخلص هنا نقول مخلص سامع وتارك هنا جاءت على وزن فاعل لماذا؟ لأنها اشتقت من فعل ثلاثي أما مخلص فهنا اشتقت من فعل غير ثلاثي وكما ذكرنا قبل قليل نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة مع كسر ما قبل الآخر ما الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي ذكرنا الفعل اللازم يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به فنقول ذهب محمد إلى المدرسة فالفعل ذهب هنا يكتفي بالفاعل وهو محمد ولا ينصب مفعولا به أما الفعل المتعدي فلا يكتفي بالفاعل فقط وإنما يتعد الفاعل وينصب مفعولا به فنقول حضر محمد الدرسة فهنا الفعل حضر محمد حضر فعل ومحمد فاعل وتجاوز الفعل والفاعل ونصب مفعولا به وهو الدرس ننتهي من نشاط التمهيد وننتقل إلى نشاط التعلم ودرسنا هو شروط عمل اسم الفاعل نبدأ درسنا عزاء الطلاب بسؤال ما عمل اسم الفاعل فنقول هنا اسم الفاعل يعمل عمل فعله ماذا تعني هذه القاعدة يعمل اسم الفاعل عمل فعله دعونا نأخذ هذا المثال ونغذر إليه كتب الطالب واجبه الفعل كتب ما عمله في الجملة رفع فاعلا وهو الطالب ونصب مفعولا به وهو واجبه لذلك نريد أن نشتقى من الفعل كتب اسم فاعل فنقول الطالب كاتب واجبه فكاتب هنا اسم فاعل وهو مشتق من الفعل كتب قبل قليل عرفنا أن الفعل كتب يرفع فاعلا وينصب مفعولا به وهنا القاعدة تقول يعمل اسم الفاعل عمل فعله إذن هو يرفع فاعلا وينصب مفعولا به كما تعرفنا قبل قليل فنقول هنا كاتب هو خبر خبر للمبتدى مرفوع بالضمة أين الفاعل هنا والفاعل لاسم الفاعل ضمير مستدر كأننا نعرف جملة أخرى وفاعل اسم الفاعل ضمير مستدر تقديره هو أين المفعول به هو واجبه أو واجبه مفعول به لاسم الفاعل منصوب بالفتح متى يعمل اسم الفاعل عمل فعله حالات عمل اسم الفاعل نقول هناك حالة تاني إذا اتصرت به أل وإذا لم تتصل به أل فما حالته عندما تتصل به أل وما حالته عندما لا تتصل به أل فنقول إذا اتصرت به أل فإنه يعمل بدون شروط أي يرفع فاعل وينصب مفعولا به بدون شروط أما إذا لم تتصل به أل فلابد من شروط تتوفر فيه حتى يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا وينصب مفعولا به دعونا نتعرف على هذه الحالات ونضرب عليها أمثلة فنقول إذا كان محلم بأل يعمل بدون شروط ومثال ذلك الكاظم غيظه حليم أين اسم الفاعل وأين معموله وما سبب عمله اسم الفاعل بالتأكيد هو الكاظم ومعموله غيظه وسبب عمله هنا لأنه محل بأل فغيظه هنا تعرب مفعول به لإسم الفاعل منصوب وعلامة رصبه الفتحة الظاهرة على آخره أما الفاعل فالكاظم ضمير مستتر تقديره هو من كظم هو غيظه إذن اسم الفاعل هنا يعمل عمل فعله بدون شروط لأنه محل بأل أما إذا لم تتصل به أل فيعمل ولكن بشروط وتنقسم إلى قسمين أولا إذا سبق ماذا نقصد بذا سبق أن يأتي قبله ماذا لاحظ معي الجملة التي أمامك ما حامد السوق إلا من ربح وهل عارف أخوك قدر الإنصاف ويا فاهما درسك أجب على السؤال أين اسم الفاعل في الجملة الثلاثة التي أمامك إذن نقول هنا اسم الفاعل في الجملة الأولى هو حامد والجملة الثانية هو عارف والجملة الثالثة فاعل لماذا عمل عمل فعله رفع فاعلا ونصب مفعولا به فهنا فيما حامد السوق إلا من ربح الفاعل مستتر والسوق مفعول به لإسم الفاعل وهنا عارف أخوك هنا جاءت فاعلا لإسم الفاعل وفاهما درسك درسك مفعول به لإسم الفاعل إذن اسم الفاعل هنا عمل عمل فعله لماذا؟ لأنه سبق بماذا؟ لاحظ في المثال الأول سبق بماذ وما هذه نسميها نفي فإذا سبق بنفي يعمل عمل فعله أيضا في الجملة الثانية هل عارف أخوك قدر الإنصاف؟ ما الذي سبق اسم الفاعل هنا؟ نقول حرف الاستفهام هل وفي الجملة الثالثة يا فاهما درسك بالتأكيد سبق بنداء إذن يعمل اسم الفاعل الغير محلى بأل عمل فعله إذا سبق بنفي أو استفهام أو نداء ثانيا أن يقع وهنا الحالة الثانية من حالات عمل اسم الفاعل الغير متصل بأل فيشترط أن يقع ونقول هنا أن يقع أي موقعه الإعرابي نقرأ الجمل محمد فاهم درسه وجاء الطالب راكبا السيارة وجاء طالب راكب السيارة أين اسم الفاعل في هذه الجمل الثلاث نقول في الجمل الأولى فاهم والجملة الثانية راكبا والجملة الثالثة راكب هنا متى يعمل اسم الفاعل عمل فعله هل سبق بنفي أو استفهام أو نداء لا لم يسبق ولكن يشترط أن يقع فما موقع اسم الفاعل فاهم هنا موقعه الإعرابي محمد فاهم درسه أخبرنا عن محمد بأنه فاهم درسه إذن هنا وقع خبرا سواء لمبتدى خبر لمبتدى أو لخبر حرف ناسخ إن واخواتها أو حرف أو فعل ناقص كان واخواتها فإن اسم الفاعل يعمل عمل فعله جاء الطالب راكبا السيارة وجاء طالب راكب السيارة لاحظ هنا تعمدنا أن نأتي بجملة بنفس المعنى أو بجملتين بنفس المعنى ولكن الموقع العرابي الاسم الفاعل مختلف فجاء الطالب راكبا السيارة هنا راكبا اسم فاعل منصوب ما موقعه الإعرابي وقع هنا حالا جاءت الحال لتبين هيئة صاحب الحال وهو الطالب وصاحب الحال دائما يكون معرفة أما الحال فهي نكرة الجملة الثالثة جاء طالب راكب السيارة راكب هنا ما إعرابها هل نعربها حالا مثل الجملة السابقة أم لها إعراب آخر لاحظ معي هنا ما الذي اختلف عن الجملة السابقة فالطالب هنا في الجملة الثانية جاء معرفة أما هنا جاء نكرة فالطالب نكرة وراكب نكرة طالب مرفوع وراكب هنا جاءت مرفوع وهنا من هو الذي يتبع صاحبه نقول الصفة تتبع الموصوب إذن اسم الفاعل يعمل عمل فعله الغير متصل بأل إذا وقع خبرا أو حالا أو صفة نلخص ما ذكرناه عن حالة اسم الفاعل الغير متصل بأل فيعمل عمل فعله بشروط ونقصد بعمل فعله فيرفع فاعلا وينصب مفعولا به بالشروط التي أمامكم فيشترطوا فيه أن يسبق بنفي أو استفهام أو نداء أما إذا لم يسبق بنفي أو استفهام أو نداء فيشترطوا أن يقع خبرا أو حالا أو صفة ما حكم اسم الفاعل مع معفعوله نقول يجوز في اسم الفاعل الذي تلاه مفعوله أن ينصب على أنه مفعول به إذا كان اسم الفاعل منونا ويجوز أيضا أن يجر بالإضافة إذا كان اسم الفاعل مجردا من التنوين ماذا يعني ذلك؟ لاحظ معي هنا في حالة النصب يشترط في اسم الفاعل أن يكون منونا ومثال ذلك محمد فاهم الدرسة أين اسم الفاعل في هذه الجملة؟ هي كلمة فاهم لاحظ هنا كلمة فاهم ماذا مرفوع بالضمة تنوينا فهو هنا منونا سواء كان بالضم أو الفتح أو الكسر فإذا كان اسم الفاعل منونا وهنا موقعه خبرا فإنه يعمل عمل فعله وينصب ما بعده على أنه مفعول به أما إذا كان اسم الفاعل مجردا من التنوين فهنا يجوز فيه أن يجر بالإضافة فنقول محمد فاهم الدرسي فهنا فاهم مرفوع بالضمة دون تنوين فالدرس هنا أصبحت هنا مضاف إليه مجرور وعلى ما تجره الكسراء الظاهرة على آخره إذن سؤالي لكم هنا متى ينصب اسم الفاعل معموله إذا كان منولا ومتى يجره بالإضافة إذا كان مجردا من التنوين لهذا نكون انتهينا من شروط عمل اسم الفاعل وحالات اسم الفاعل ننتقل الآن إلى تدريبات على ما سبق دراسته اختر سبب عمل اسم الفاعل فيما يلي ليتك مكرم ضيفك لتنال الأجر أين اسم الفاعل هنا؟ هو مكرم ومعموله هنا ضيفك اسم الفاعل عمل عمل فعله فرفع فاعل وهو ضمير مستتر ونصب مفعولا به وهو ضيفك فلماذا عمل عمل فعل؟ لأنه هل هو وقع خبرا أم خبر ليتا أم خبر كان والإجابة واضحة وهو وقع هنا خبر ليتا فمكرم هنا جاء خبرا لليتا يا بانيا مستقبلك اجتهد في عملك اختر سبب عمل اسم الفاعل هل هنا سبق بنفي أم باستفهام أم سبق بنداء والإجابة واضحة وهي سبق بنداء يا بانيا فبانيا اسم فاعل سبق بماذا؟ بحرف نداء ومستقبلك هنا مفعول به الاسم الفاعل اختر الإجابة الصحيحة إن الله عالم غيب السماوات والأرض كلمة غيب ما إعرابها هنا إن الله عالم غيب السماوات والأرض هل تعرب فاعل أم مفعول به أم مضاف إليه ذكرنا قبل قليل حكم اسم الفاعل مع معموله ويجوز أن ينصب وأن يجر هنا متى ينصب اسم الفاعل معموله ومتى يجره عالم إذن الإجابة الصحيحة تعرب ماذا مفعولا به لماذا أعربنا كلمة غيب مفعولا به لأن عالم جاء اسم الفاعل هنا ماذا؟ منونا فينصب ما بعده على أنه مفعول به استخرج اسم الفاعل وبين معموله في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت أين اسم الفاعل هنا؟ اسم الفاعل هو ذائقة على وزن فاعل أين معمول اسم الفاعل ذائقة؟ هو ماذا؟ والإجابة هي الموت ذائقة الموت فلعلك باخع نفسك على آثاره أين اسم الفاعل في هذه الآية؟ هي كلمة باخع أين معمول أو مفعول كلمة باخع؟ فلعلك باخع نفسك على آثاره نفسك وقع عليها فعل الفاعل في الختام أعزائي الطلاب تعلمنا اليوم عمل اسم الفاعل بأنه يعمل عمل فعله فيرفع فاعل وينصب مفعولا به وكذلك بينا حالات عمل اسم الفاعل فقلنا إذا اتصرت به أل يعمل بدون شروط وإذا لم تتصل به أل فيعمل بشروط وقلنا أن يسبق بنفي أو استفهام أو نداء أو أن يقع خبرا أو حالا أو صفة كذلك بينا حكم اسم الفاعل مع معموله فقلنا فيه يجوز في اسم الفاعل الذي تلاه مفعوله أن ينصب على أنه مفعول به إذا كان اسم الفاعل منوناً ويجر بالإضافة إذا كان اسم الفاعل مجرداً من التنوين وهنا المعمول والمفعول كلاهما واحد في الختام أعزائي الطلاب أشكر لكم حسن استماعكم إلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته